وعلى الصعيد نفسه استقبل البلداوي ممثلي المنظمات الدولية والمحلية العاملة في محفظة صلاح الدين وتم بحث أوضاع النازحين في المخيمات والمجمعات السكنية وإجراءة نقلهم إلى المخيمات التي تم تحديدها لضمان إيصال المساعدات والمواد الغاذية لهم وكذلك من أجل إخلاء المجمعات الاستثمارية وتسليمها إلى المستثمرين وطلب البلداوي المنظمات الدولية والمحلية بتقييم إدارة المخيمات من أجل الوقوف على الحالة السلبية ومعالجتها بما يصب في خدمة العوائل النازحة